يأتي الخبر اللي كان نزل منشط في الصفحات الأولى وقلت لحضراتكم أنه هنقوله بعد قليل 15 قتيل فلسطيني وأكثر من ألف مصاب في غزة برصاص الجيش الإسرائيلي أفاد مسؤولون فلسطينيون في قطاع غزة بمقتل 15 شخص وإصابة 1100 برصاص الجيش الإسرائيلي مع زحف الآلاف باتجاه الحدود مع إسرائيل في بداية احتجاجات من المقرر أن تستمر 6 أسابيع أقام الفلسطينيون خمسة مخيمات بقرب الحدود من أجل الاحتجاجات التي أطلقوا عليها اسم المسيرة الكبرى وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن 7000 شخص يشاركون في المسيرة هذه المشاهد التي شايفينها قدام حضراتكم كانت عمد المواجهة من الجيش الفلسطيني وحصلت هذه المواجهة بسبب أن الإسرائيليين قالوا أنه كانت فيه نية لعبور الحدود والدخول في المنطقة الإسرائيلية هذه المسيرة تأتي بمناسبة يوم الأرض الذي يحيي ذكر احتجاجات مواطنين فلسطينيين من مدن وكرة الداخل على مصادرة أراضي عربية انتهت بمقتل 6 فلسطينيين برصاص الشرطة الإسرائيلية في عام 1976 ويخطط منظمه المسيرة الكبرى لاستمرارها حتى 15 مايو وش معنى 15 مايو زي ما قلت لحضراتكم ذكرى النكبة السبعين وهو الاسم الذي يتلقه الفلسطينيون على تأسيس دولة إسرائيل على جزء من أراضي فلسطين التاريخية والتي كانت تخضع للانتداب البريطاني وانهم هيستمروا برضو التساؤل هل بعد هذه المواجهة وبعد هذه العدد من القتلى الذي سقط اليوم 15 واكثر من 100 من 11 مصابين الجيش الإسرائيلي كان بالطيارات كان بينزل غاز مصيل للدموع والغازات وكان فيه اطلاق للرصاص وكتير جدا من المصابين كانت برضو فيهم اختناقات ما بين اصابات من الرصاص واختناقات وزي بقول لكم 15 ده وزارة الصحة الفلسطينية اعلنت قبل مندخل مع حضراتكم على طول العدد انه وصله 15 واحتمال متوقع انه يبقى فيه زيادة فهل هتستمر هذه المسيرات ده كانت تساؤل اللي تم ترحل نهاردة وانه هنشوف برضو حضراتكم في الفترة اللي جاية بالفعل هل هتستمر المسيرات زي ما تمت الدعوة ليها اليوم 15 مايو ولا بعد سقوط كل هذا العدد من الضحايا هتهدأ الأمور الله أعلم يوم من أرد دامن في غزة وعباس يعلن الحداد أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتبارا من غد السبت يوم حداد وطني على أرواح الشهداء الذين ارتقوا اليوم خلال المسيرات التي خرجت لإحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض جاء على موقع وكالة الأنباء الفلسطينية أن المسيرات أتت دفاعا عن حقوقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية يعني الشعب الفلسطيني كان بيدافع عن حقوق مشروع في إقامة الدولة الفلسطينية وأنه بيطالب باستعادة الأرض التي اغتصبتها إسرائيل ودفاعا أيضا عن المقدسات الإسلامية والمسيحية ومن حقه العودة إلى منازله وأرضه التي هجر منها أما نتنياهو فمنع أعضاء الكنيست من اقتحام الأقصى حتى منتصف يونيو قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو منع أعضاء الكنيست من اقتحام المسجد الأقصى في القدس الشرقية حتى منتصف يونيو القادم بسبب التوتر الأمني وذلك بحسب صحيفة هارتس ووفقا للصحيفة الإسرائيلية فقد أفاد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي التابع لمكتب رئيس الوزراء بأنه يتعين على أعضاء الكنيست الامتناع عن زيارة المسجد الأقصى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بسبب التوتر الأمني وكانت سكاي نيوز قبل أن تحدث هذه الاشتباكات كانت عرضت هذا التقرير الهام عن مساعي خطيرة لتغيير الوضع القائم بالحرم الكودسي وهم في اليهود بيحتفلوا بعيد الفسحة هذه الأيام وأنه كان فيه استياء من أنه فيه مخطط لتغيير الوضع القائم بالحرم الكودسي هذه الأيام إسرائيلية متلاحقة تثير قلق مسؤولي الأوقاف الإسلامية في القدس بعد قرار محكمة إسرائيلية يجيز للمستوطنين الصلاة على أبواب المسجد الأقصى وتقديم مجموعة استيطانية متطرفة للمرة الأولى قرابين الفسح اليهودي في قصور الأمويين المحاذية للحرم بالإضافة إلى تعليق مستوطنين منشورات على أبواب الحرم الشريف تدعو إلى إخلائه وتركه لليهود يوم الجمعة ليقيم صلواتهم فيه الاحتلال يصعد من إجراءاته حول المسجد الأقصى لخنق المسجد الأقصى ولتغيير للصدق فو وتغيير قداسة الإسلامية للمسجد الأقصى ولمدينة بمعنى أن هذا الزحف لهذه الرموز الإسرائيلية هذه الرموز التوراتية والتي كانت خارج المدينة زحفت نحو المدينة الآن تزحف نحو أسوار المسجد الأقصى وكما طالبوا أن تكون في العام القادم في داخل المسجد الأقصى هجمة خطيرة على المسجد الأقصى ومحاولة لتغيير الوضع القائم فيه مرة أخرى لكن ما خطورة هذه الخطوة إلا أنها تندرج ضمن مسعى أخطر للحكومة الإسرائيلية لتهويد القدس بالكامل كما يرى البعض هو صعود صهيونية المسيحية في البيت الأبيض عم تنعكس الآن على صعود اليمين المتطرف بإسرائيل في ثلاث أمور الرواية التلمودية اليهودية تسويقها للرأي العام واحتضان أطراف مسؤولة في العالم لهذه الأجندة البعد الثاني فرض السيادة الإسرائيلية بأدوات عسكرية أمنية على القدس الآن والبعد الثالث الضريبة التي يتفحل الفلسطيني المقدسي الآن في تقبل أو التأقلم مع هذا الحضور العسكري وفي ظل هذه الهجمة على المسجد الأقصى التي تتزامن مع الأحياد اليهودية انطلقت الدعوات في القدس إلى الرباط في المسجد الأقصى خلال هذه الفترة لمنح اهتدائيات المستوطنين بعد تراجعها في قضية البوابات الإلكترونية تحاول إسرائيل مجددا تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي زي بمقولت لحضراتكم أن ده كان قبل الاشتباكات تحت النهاردة واللي كان بيطالبوا فيه أن يتم استماح لهم بالدخول للمناطق والصلاة واليهود كانوا مصرين أو الإسرائيليين كانوا مصرين أنه ما فيش أي دخول في المسجد الأقصى هذه الأيام والأمر تطور وفي انتظار هل ستستمر المسيرات اللي أعلن عنها أو اللي دع عليها الفلسطينيون إلى 15 مايو أم بعد سقوط هذا العدد من الضحايا وبعد أيضا يعني المصابين كل هذا العدد الأكثر من 1100 مصاب هل ستتراجع هذه المسيرات؟ ده هيبان في الأيام اللي جاية فيه كمان لأول مرة أدانة محكمة إسرائيلية أو في حكم قضاء غير مسبوك إسرائيلي بالانتماء إلى منظمة إرهابية وقدت المحكمة بسجن ثلاثة آخرين لمدة تراوح بين سنتين ونصف وخمسة سنوات بعد إدانتهم بشن هجمات على فلسطينيين في الضفة الغربية والحاق أضرار بممتلكاتهم والخبر ده نشرة في صحيفة هارتس الإسرائيلية إدانة إسرائيلي بالانتماء لمنظمة إرهابية فيه كمان إسرائيل بتبدأ بإزالة ألغام على الحدود مع الأردن وهذه الألغام كانت في بعض المواقع المسيحية على الحدود مع الأردن وتمت الموافقة على المشروع من قبل الأردن والفلسطينيين مدير البرنامج البريطاني قال للصحفيين في الضفة الغربية نتطلع الإزالة نحو 2600 لغم مضاد للأفراد والدبابات ولا يزال العدد مجهول من مخلفات الحرب القابلة للإنفجار اللي هي الألغام دي قابلة للإنفجار زي كذائف زخائر وهي موجودة بالقرب من موقع قصر اليهود وده بيحول دون وصول أكثر من 400 ألف زائر إلى هذا القصر وأضاف المدير البرنامج البريطاني أنه إسرائيل وضعت الألغام المضادة للدبابات في إطار إقامة حدود جديدة مع الأردن عام 1970 وكان الرهبان يعيشون هناك حتى ذلك الحين لكن إسرائيل أجبرتهم على المغادرة خشية أن يستخدم المقاتلون الأردنيون تلك المواقع والحمد لله دلوقتي أنه هتبدأ إزالة الألغام من على الحدود مع الأردن بمفاقة أردنية فلسطينية أما بالنسبة لألمانيا بترفض انتقادات لمنافستها إسرائيل على مقعد مجلس بمجلس الأمن رفض وزير الخارجية الألماني انتقادات موجهة لقرار برلين التنافس على مقعد غير دائم في مجلس الأمن في مواجهة إسرائيل لعام 2019 و2020 وقال وزير الخارجية الألماني قبل مغادرات ألمانيا في أول زيارة له الأمم المتحدة بصفته وزير الخارجية أن ألمانيا أعلنت نيتها قبل فترة طويلة وأن هذا لا يقلل من دعمها القوي لإسرائيل وبيقول إحنا لا نتنافس مع أحد نحن نتنافس على الموقع وجهة هذه التعليقات ردا على انتقادات للمرشح لمنصب السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشارد جرينيل